في أي إطار تضع بوجهة نظرك تصريحات التركية التي صرحوا بها تم الاتفاق بين روسيا وتركيا بخصوص منطقة منزوعة السلاح وهذا خطوة همة جدا الاتفاق تم الإعلان عنه يوم الاثنين الماضي بعد المقابلة التي تمت في روسيا بين الرئيس الروسي ونظره تركي أما الآن فالطرفان يعملان على التفاصيل والجزيات لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق ولكن لا شك أن هناك حتى الآن بعض الفوارق وبعض الخلافات وأرجح القول بعض الفوارق في المواقف لكل من تركيا وروسيا بنسبة لبعض الفصائل التي يجب العمل على إخراجها من هذه المنطقة وروسيا تصير على ضرورة الإخراج الجبة النصر وغيرها من الفصائل الرهبية ولكن تركيا تحذر من أن لا تشمل هذا الإجراء المعارضة المصلحة المدعوة من قبل تركيا لا يزال هناك الفارق في المواقف لروسيا وتركيا في هذا الشأن ولكن العمل يستمر والمناقشات مستمرة ومثل هذا الفوارق أمر تبيعي ولكن آجلا معاجلا في آخر المطاف سيتفق الطرفان على هذه النقطة عن طريق الحلول الوسط أو تنازلات من الجانبين أو من جانب واحد ولا شك أن المناقشات وتعاون والجهود المشتركة تبدل حتى الآن لتجاوز هذا الفوارق التي لا تزال متبقية حتى الآن نعم وفيما يتعلق بتصريحات لفروف ما هي البدائل المتاحة أمام موسكو في حال الالتزام بهذا الشرط الذي صرح وأكد عليه لفروف بالنسبة للتصريحات الروسية ليس هناك أي فارق بشأنه بين روسيا وأنكرة بالنسبة للجبة النصرة ليس هناك أدنى شق ليس هناك أي دولة في العالم التي تعارض اعتبار هذه المنظمة كمنظمة رهبية على هذا الأساس الجبة النصرة ليست نقطة الخلاف في العلاقات بين تركيا وبين روسيا الفصائل الأخرى المصلحة هي نقطة الخلاف وفي بعض الأحيان روسيا تعتبرها إرهابية تركيا تعتبرها من الفصائل المصلحة للمعارضة السورية وتركيا تدعمها ها هو نقطة الخلاف ليست بالنسبة للجبة النصرة وتصريحات الرئيس الوزير الخارجية الروسي كانت يدور حول الجبة النصرة على هذا الأساس هذه النقطة لا يصير أي تتصاولات ولا يسبب أي خلافات إضافية بين الدولتين نعم جزيلة شكر لك سيد ليوني ديس كونينة الكاتب والمحلل السياسي الروسي كنت معنا من موسكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة